ترجمة نانسي قنقر قال سمو رئيس الوزراء أننا داعمين لكل ما يعزز سمعة البحرين كبلد يحتضن الجميع ومساندين لكل ما يزيد من تنافسية مملكة البحرين الاستثمارية ويساهم في جذبها لكل ما يحتاجه هذا الاستثمار للنماء والتطور وأضاف سموه لا ندعم أي استحداث يؤثر على من يساهم معنا في العمل من أجل البحرين وازدهارها أو ينال من سمعة مملكة البحرين الدولية ومكانتها المتقدمة في المنظمات العالمية منوها سموه بإسامات المقيمين والجاليات الأجنبية في المسيرة التنموية وقال سموه ندعم تكريس قيم المحبة والتعايش في مجتمعنا كونها سمة وميزة عرفت بها البحرين وتكريسها واجب فهي اليوم السياج الذي يحصن وحدتنا الوطنية ويحفظها من أي محاولات للتأثير عليها بهدف النيل من الأمن الذي تعيشه مملكة البحرين والذي هيأ لها البيئة أمام المزيد من التنمية والتطوير هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القذيبية عددا من المسؤولين بالمملكة والنخب الفكرية والثقافية والصحفية والاقتصادية وجموع من المواطنين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا نحرص دوما أن نكون قريبين من أبناء شعبنا وأن يكونونهم قريبون منا ونسعد باللقاء بهم والاستفسار عن أحوالهم فهي سنة توارثناها من الآباء والأجداد لافتا سموه إلى أن اللقاءات المباشرة مع المواطنين تفتح المجال للتعرف عن كثب على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتسهم في بناء الخطط وتوجه دفة المشاريع الحكومية وبخاصة الخدمية منها باتجاه تلبية هذه الاحتياجات ونوها إلى أن خطط التنمية في مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح وأن ما تحققه المملكة من نجاحات على كافة الأصعدة هو نتاج عطاء أبنائها الذين يضربون أروع الأمثلة في التفاني من أجل رفعة الوطن وتقدمه وحتى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعزيز قيم التواصل في المجتمع والعمل على نقلها للأجيال فالتواصل يقوي الروابط بين أفراد المجتمع وفي هذه القوة يكمن سر التقدم والنماء منوها سموه بما يتميز به أبناء الوطن من شغف للعمل والبناء وإعلاء صروح النهضة والتطور في وطنهم العزيز مشددا سموه على أن مملكة البحرين ماضية بعزم لا يعرف الكلل لترسيخ أسس تنمية شاملة تستلهم تسارع وتيرتها من همة أبنائها وحرصهم على العطاء معربا سموه عن الاعتزاز والفخر بمظاهر النهضة والتطور التي تشهدها مملكة البحرين والتي جاءت نتاج عمل حكومي دؤوب وأشاد سموه خلال اللقاء بما تطرحه الصحافة البحرينية من موضوعات تتميز بثرائها الفكري وقدرتها التحليلية والتي كان لها أثرها الهام في الارتقاء بالوعي العام وتنويره تجاه مختلف القضايا الوطنية والعالمية وأثنى سموه على ما يقدمه رجال الصحافة والإعلام في البحرين من أطروحات وكتابات تبرز قيم التسامح واحترام الآخر التي يتميز بها المجتمع البحريني مشددا سموه على ضرورة التمسك بذلك النهج بالشكل الذي يحافظ على ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة وتقدير إقليمي ودولي كنموذج في الانفتاح موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى